بهذه الصورة تعكس عدو العادل الطالبة النازحة من محافظة عمران إلى مارب جزءا من معانات الأطفال النازحين الذين علقت في أذهانهم قصصا ومآس خلفت أضرار الألغام التي زرعت الميليشيا الحوثية في الطرقات والأماكن العامة وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء الحوثي الذي يزرع لنا ألغام في كل مكان في المزارع خاصة المساجد فجر البيوت فجر المساجد دعس القرآن يعني ما عنده لا إيمان ولا شي بالله وكمان العلم صار عندما عنده علم سيشتي كل شيء يكون جاه يعني يكونوا في الجاه ليما يكونوا متعلمين من شان يطلعوا معه في الجبهة موهبتي الرسم وأحس أن هذا الرسم دافع معناوي للإنسان وأنا بدأت موهبتي لما نزحنا من أرحب عام 2018 وهذا الرسم يعني بدأت وزد يعني شجع موهبتي وخليت يعني أنمي موهبتي وشخصيتي عندما عملوا في مدرسة تحرير النموذجية تعمل نشاطات الوضع النفسي لهؤلاء الأطفال لم يعد مستقرا بعد تعرضهم ومعايشتهم لأعمال عنف خلال سنوات الحرب هذا نموذج لإحدى الطالبات اللي ظهر إبداعها من بعد دوراتها الدعم النفسي ومعنا أنشطة كثيرة في الدعم النفسي ككورة القدم والحلقات ونقل الكرات بالملاعق وأشياء كثيرة بنفذها بشكل يومي جميع الموسرين في أنشطة الدعم النفسي هنا يتلقى الأطفال أنشطة ترفيهية للتخفيف من معاناتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا في محاولة لنسيان الماضي الأليم وتفريغ أثر الحرب عليهم معالجة تدعيات الحرب وتأثيرها على الأطفال عبر هذه الأنشطة الترفيهية التي من شانها إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالحرب ودمجهم بالمجتمع المعلمون هنا يقومون بهذا الدور بعد أن تلقوا دورة تدريبية في مكتب التربية والتعليم بمارب بالتعاون مع اليونسيف الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي الذي يقوم به المعلمون في المدارس يهدف لمعرفة ردود أفعال الطلاب والبحث عن الأمور التي تشغل بالهم وتجعلهم غير متفاعلين مع المعلمين داخل الفصول الدراسية أهم ما في الأمر هي ألعاب الدعم النفسي الذي أخذ حولها الآن بعض المعلمين دورة قبل أسبوعين وبدأوا ينفذونها كما ستشاهدون طبعا لدينا أكثر من تقريبا ما يقارب ألفين نازح وكل هؤلاء متأثرين بالوضع القائم والوضع القاتم إنجاز التعبير لأنهم مروا بمشاهد مرعبة أثناء الحروب ومن ضمنها السقوط الصواريخ على بعض المنازل واستشهاد بعض أقربائهم وكل هذا يعود بجانب نفسي يؤثر على مستوى الطالب علميا وتربويا ونفسيا ولذلك تطرغنا إلى موضوع الأنشطة من لكي نعالج بعض هذه الآثار النفسية والسلبية التي تركت في نفس الطالب إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال نفسيا بعد أن تأثروا بالحرب تشكل نقطة فارقة في حياتهم تعيد إليهم طفولتهم التي سلبت الحرب وتداعيتها لبرنامج أضواء سهيل هادي الحربي